أهلا بكم مشاهدين إذن في الحرة الليلة ونبدأ بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان الذي بات مادة أساسية في الرهان الانتخابي نحو البيت الأبيض حيث صدرت اليوم نتائج تقرير لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بشأن عملية الانسحاب حيث ألقى التقرير باللائمة على إدارة بايدن مشيرا إلى أن أفغانستان تحولت إلى ملاذ للجماعات الإرهابية عموما مشاهدين نتابع وإياكم هذه المقابلة الخاصة التي أجراها مراسل الحرة هشام بورار مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول أهلا بكم مشاهدين في هذا اللقاء الخاص مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول نناقش معه نتائج التحقيق في ظروف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في العام 2021 السيد ماكول شكرا جزيلا على هذه المقابلة السؤال الأول ما هي النتائج الأساسية التي تمخضت عن هذا التحقيق أعتقد أن الخطأ القاتل هو أن الجيش كان على الأرض يقوم بعمله والمنظومة الاستخباراتية كانت ترفع تقارير ولكن الظروف على الأرض لم تكن جيدة أعطونا أو لم يريدوا أن يقبلوا الحقائق والجيش الأفغاني لم تكن لديه أي فرصة القانون الفيدرالي الأمريكي يتطلب من وزارة الخارجية أن تبدأ خطط إخلاء وكانوا مترددين وقوموا ذلك لأنهم أعتقدوا أن هذا يبدو كفشل انتظروا إلى أن قام الطالبان بالاستلاء على كابل قبل أن يبدأوا عملية الإخلاء هذا حقيقة أساسية كانت هناك فوضى وكان هناك أمريكيون تركوا وأفغان أيضا والنساء والأطفال أيضا هذا أدى إلى فوضى الطالبان أصبحوا مسؤولين عن التدقيق في وثائق السفر أول نقطة التفتيش سيطر عليها الطالبان لو رأى الطالبان حليف أفغاني لم يتركوه يمر أيضا لدينا كمشات بحرية ثم جاء اليوم القاتل كنا نعرف أنه سيكون هناك هجوم وفي الواقع عرفنا الوقت ولم يتم عمل أي شيء لإيقاف الهجوم ثم المفجر الانتحاري من السجن آلاف المقاتلين أطلق صراحهم انفجر 13 من عناصر الجيش وأيضا من الأفغان وأيضا يتناول التقرير الافتقار إلى الخطط خطط للإجلاء فبرأيك من يجب أن يحاسب على هذه الأخفاق؟ العملية الأولية السفير هو المسؤول عنها السفير ويلسون لم يرد أن يفعل ذلك 22 من البرقيات جاءتنا تطلب المساعدة وإلى أن تم السيطرة على كابل لم يفعلوا شيئا ثم السفير ويلسون ترك وراءه حوالي 100 من الموظفين الأفغاني المحليين تركوا لموتهم لكانوا في المطار وأرسلهم أبعدهم وكان عليهم أن يحرقوا جوازات سفر وكل هذا أدى إلى الفوضى نعم ويزعم التقرير بأن إدارة بايدن أهملت الظروف أو الشروط الأساسية التي وضعها اتفاق الدوحة وبعدها تم هذا الانسحاب من أفغانستان بغض النظر عن اتفاق الدوحة فبرأيك ماذا كانت الأسباب؟ السياسة كان هناك مظاهر الفشل لم يريد لهذا الإخلاء أن يبدو كفشل حتى الآن يسمونه نجاح نائبة الرئيس سارس نسميه شجاع ولم يكن هذا الإخلاء ناجحاً كان أول فشل كارثي وضخم هذا الفشل حدث في ذلك اليوم الشيء المحزن أنه كان بالإمكان منعه أنا لا أريد أن أمارس أي دور حزبي هنا ولكن نريد تأكد أن هذا لن يحدث ثانية ولدينا تشريعات لإصلاح الموقف بحيث في مرة قادمة عندما يحدث شيء مثل سايغون أو كابل لا نريد له أن يحدث لا أحد كان يعرف من المسؤول يجب أن يكون هناك إصلاح كامل والمكان ليس اليوم لقد مات الكثيرون وأنا رأيت طفلاً في أفغانستان مات اليوم نتيجة لسوء التغذية والوضع على الأرض في أفغانستان محزن وأيضاً يشير التقرير إلى أن ظروف الانسحاب من أفغانستان سمحت لأفغانستان بأن يتحول إلى أرض خصبة للإرهاب ما مدى قلقكم حيال إعادة نشوء وحدات من داعش فرع أفغانستان وماذا يجب على الإدارة الأمريكية سواء الحالية أو المستقبلية أن تفعل حيال ذلك إذا أنكرت أو أنت لن تقتل أيديولوجيا ولكن إذا حرمت هذه الأيديولوجيا من مكان تحكمه هكذا تسيطر وتكافح الخلافة في سوريا والعراق مررنا بمصار في أفغانستان ولكن الآن الأمور في تراجع هناك الألاف من عناصر داعش أفرج عنهم من السجون وكان هناك الظواهري تحت إطار شبكة حقاني وكل الخبراء الذين تحدث إليهم يقولون أن هناك صعود لداعش في مناطق طاكستان وباكستان حيث داعش خرسان تعمل هناك كان هناك احتجاز لثمانية من داعش عبروا حدودنا الجنوبية لم نرى هذا يحدث من قبل لكنه يحدث الآن وهناك حلقات تهريب تابعة لداعش هذه ليست مشكلة بعيدة عنها ولكن تؤثر على الأمن القومي على بلادنا وتأثير السياسة الخارجية لهذه الكارثة كان ضخما لأنه يعكس الضعف وشجع بوتين على غزو أوكرانيا وكان هناك تهديد صيني لتايوان وأيضا هناك حماس وحزب الله إذن كل هذا متصل بعضه ببعض وله صلة بأفغانستان بالإضافة إلى ذلك يتناول التقرير الأفغانيين الذين تركوا في البلاد هل بإمكانك أن تخبرنا قليلا عن من تم تركه والخطوات التي يجب أن تتخذها الإدارة لإعادة استقرار لا تستطيع أن تحل مكان الاستخبارات البشرية على الأرض كل ما كان لدينا هو من الإمارات والدوحة وأماكن يمكن أن نطير إليها الطقس كان دائما مشكلة والأمر يتطلب وقتا للرد وفي هذه المواقف التوقيت مهم ولم يكن باستطاعتنا أن نرد في حينه وكل الخبراء قالوا ليس لدينا عيون وأدان على الأرض في أفغانستان هذا خطير لأننا لم نستطع أن نرى أفغانستان أو الصين أو روسيا أو حتى إيران كان هناك خيانة كامل وكيف تعلق على الانتقاضات التي مفادها مثلا أشخاص في الإدارة يقولون أنه لو أننا أبقينا على آلاف الجنود في أفغانستان كانت هذه الحرب ستمتد ويقولون أن المسؤولية هي ليست على عاطق إدارة بعيد وحدها بل أيضا على عاطق إدارة ترامب السابقة لأن الانسحاب كان سيحدث هذه نقطة عظيمة الحلفاء لا يثقون بنا بعد ذلك لقد تخلينا عن حلفائنا الأفغان وعدناهم أن نحميهم وحاربوا إلى جانب جنودنا والمترجمون ماذا فعلنا لم نخرجهم كان يجب أن نخرجهم ولكن الطالبان كانت لديهم أجهزة فحص وذهبوا من كل بيت إلى آخر وطلبوا وضع الأصبع على الجهاز وإذا كان هناك تعريف إيجابي تم اعتقالهم وتعذيبهم وفي بعض الحالات إعدامهم وما رأيك عندما استخدم الرئيس السابق دونالد ترامب هذه المسألة لمهاجمة نائبة الرئيس هاريس وما رأيك عندما يقال أن الجمهورية استخدمون هذه المسألة كمسألة سياسية كانت بداية للمفاوضات ولكن لو كان الطالبان لو ضربوا القوات الأمريكية فكل شيء ينتهي 6500 جندي من الناتو وكل هذا جلب الاستقرار إلى أفغانستان ولكن كان هناك أيضا تغطية جوية واستطعنا أن نجلب الاستقرار كان لدينا 30 ألف جندي في كوريا الجنوبية 100 ألف في أوروبا 30 ألف لاستقرار منطقة كبيرة هذا الاستقرار كان يستحق الثمن ولكن متحدث بلسان الرئيس بايدن تحدث عن الدوحة وقال هذا غير مهم لهذا السبب ليس لهذا السبب انسحبنا نحن ننفذ وعد انتخابه عمليا وهذا سؤالي الأخير عمليا ما الذي سيعطي الجمهور الثقة بأنه سيتم باتخاذ خطوات لمنع تكرار ما حدث يتناول التقرير وزارة الخارجية ومكاتب مكتب الأزمات ما هو دور هذا المكتب وكيف سيتم التنصيق بشكل أفضل في المستقبل إذا تكررمت هذا الحدث لم أرد لهذا أن يكون تمرين سياسيا أردت بصول إلى الحقيقة والتأكد أن هذا لن يحدث ثانية لم أصل إلى نتائج إلى أن عرضنا الحقائق هناك هجمات على هذا المكتب بدون أي معلومات داعمة التقرير يعبر عن نفسه بنفسه ومن الجدير بالذكر أنه وثيقة مهنية جدا نعم هناك الكثير من اللوم أريد أتأكد أن هذا لن يحدث ثانية الآن وبعد أن قلت هذا نائبة الرئيس هي آخر واحدة خرجت من الغرفة بعد اتخاذ القرار عليها أن تقبل ذلك لدينا وزارة الخارجية والكونغرس ولم يكن هناك أي محاسبة في الواقع معظمهم تم ترقيتهم أنا تحدث مع عائلات فقدت أطفالها في ذلك اليوم كانوا غاضبين جدا أن أحدا لم يحاسب بل تمت ترقيتهم شكرا جزيلا الرئيس مكار على وقتك شاهدين انتهى لقونا الخاص مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي ناقشنا خلالها تحقيق اللجنة ونتائج التحقيق في ظروفها لانسحاب الأمريكي من أفغانستان في العام 2021 شكرا على المتابعة وإلى اللقاء مشاهدين مشاهدين الآن للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا السيد لورانس ويلكرسون من ولاية فرجينيا كبير موظفي وزارة الخارجية الأمريكية الأسبق كولين باول ومعنا من واشنطن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق ومرشح الكونغرس عن ولاية ميريلاند جويل روبين أهلا بكم ماضي فاي الكريمان أبدأ هذا الحوار معك سيد روبين وربما أسألك كيف تابعت هذه الكلمة التي عرضناها قبل قليل لمايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب وعلى ما يبدو أنه حمل المسؤولية كاملة لإدارة الرئيس جو بايدن فيما يخص موضوع الانسحاب الأمريكي من العراق وقال بأن إدارة بايدن أحملت شروط الاتفاق التي تم التوصل إليها في الدوحة بحسب ما قال سعيد أن أكون معكم ومع صديقي الحميم العقيد ويلكنسون يجب الثناء عليهم نتيجة للانسحاب من أفغانستان هذه حرب الشعب الأمريكي لا يريد العودة إليها هذا بيان لم يذكره مكول في الواقع ترامب هو الذي بدأ هذا الانسحاب كانت هناك مفاوضات متهورة وسمح لحوالي خمس ألاف من سجناء الطالبان بالهرب من السجن وأحدهم الآن هو قائد أفغانستان أمريكا كانت ملتزمة بتنفيذ الانسحاب لسوء الحظ السيد مكول نشر هذا التقرير عشية المناظرة وكما رأينا هاجم نائبة الرئيس وأوضح أنه جعل الموضوع موضوعا سيثار غدا في المناظرة هذا التقرير لا يضيف أي معلومات جديدة ويتجنب الاكتشافات الأساسية التي يعرفها كل من شاهد الوضع في أفغانستان لكن سيد جوال روبين هل ترى بأن هذا التقرير يعتبر بمثابة اتهام واضح للديمقراطيين ولإدارة الرئيس جو بايدن فيما يخص طريقة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وأنت كما ذكرت ربما كانت هناك الكثير من النقاط الشائكة حول موضوع الانسحاب أقل مقتل 13 جند أمريكي بالإضافة إلى ترك أسلحة بقيمة مليارات الدولارات هناك كان يوما فضيعا أن 13 من الجنود قتلوا عند البوابة ولكن لسوء الحظ ما يفعله رئيس اللجنة هو أنه يلعب لعبة سياسية كان هناك انسحاب من شيء وكان هذا واجبا وعندما حدث لسوء الحظ الحكومة الأفغانية انهارت بوتيرة لم تكن متوقعة مما أدى إلى الفوضى التي رأيناها نعم إخلاء 120 ألف وفي السنوات الأخيرة أصدرنا حوالي 18 ألف تأشيرة خاصة في السنة هذا إنجاز كبير هو ألقى كل اللوم على الرئيس بايدن بينما هذه الحرب استمرت 20 سنة وكانت حرب جمعة الحزبين وترامب هو الذي بدأ الانسحاب وهذه طريقة صعبة للخروج من منطقة الحرب ولكن يلقون اللوم ولوم وزارة الخارجية هو شيء سريالي ووزارة الدفاع كانت موجودة بمعدات ضخمة وعناصر والمال لأقدان من الزمن ولم يتم الإشارة إليهم أنتقل إليك سيد ولكرسون واضح أن هذا التقرير وما جاء فيه يبدو أنه متماش تماما مع حملة ترامب الانتخابية لجعل الانسحاب من أفغانستان ربما قضية مركزية في الحملة الانتخابية ولكن فعليا برأيك هل فعلا هذه الورقة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان سيكون لها تأثير إيجابي وداعم لحملة ترامب الانتخابية في سباقه الانتخابي مع كمال هارس أنا غير متأكد أن هذا سيكون له تأثير إيجابي على ترامب ولكن واضح جدا حقيقة أن السيد مكول وأعرفه أنا لأكثر من عقد من الزمن عندما كان رئيس اللجنة الأمنية ويصر على أن نسميه السيد رئيس اللجنة بدلا من نائم كان كان واضح أن الموضوع السياسي وقد قال إدارة بايدن كان لها منذ البداية الرغبة في الخروج من أفغانستان نعم وجول على حق نحن ننظر على الإدارة المسؤولة عن حرب عشرين سنة إدارة جمهورية وخسرنا أكثر من ألفين واربعمائة وعشرين ألف جرع وهناك جنود بطرت أعضاءهم البعض أراني جروحهم كان هناك جندي إلى جانب المريض الذي رأيته وكان في وضع جيد لأن من يرقض بجانبه خسر ثلاثة من أعضائه سيد ويكورسون أقول أن القرار الانسحاب كان صائبا قرار الانسحاب كان صائبا ولكن تحميل المسؤولية من قبل الجمهوريين لإدارة جو بايدن هل هو أيضا قرار صائب لأن الرئيس دونالد ترامب الرئيس السابق دونالد ترامب هو من وقع هذا الاتفاق مع حركة طالبان وكان من المفترض أن تنسحب القوات الأمريكية في ربيع 2021 الديمقراطيون قالوا أن هذا التحرك من ترامب لم يترك لبايدن خيارات قليلة سوى ما شهدناه هناك أعتقد أن هذا صحيح الرئيس بايدن كما قال مكول كان مقتنعا بأن علينا الخروج وكان محقا في هذا القرار وعملية الإخلاء بدون قتال هي واحدة من أصعب العمليات في العالم لأنها تتم تحت الضغط كان هناك ضغط كبير وأنا أتفق مع جول خطأ الجيس هنا مثل خطأ وزارة الخارجية إذا كان هناك أي خطأ ولكن الموضوع الأكبر نحن فعلنا في فيتنام وليبيا وسوريا والصومال ولم يكن منظرنا جيدا في أي من هذه العمليات إذن هناك لوم عسكري لوم على وزارة الخارجية لوم على الكونغرس ولم يتحدث عن اللوم على الكونغرس الكونغرس سمح للحرب أن تستمر ومولها لأكثر من عشرين سنة وعندما وكان هناك محاولة لبناء دولة وجيشها كان غير مجهز للقيام بالعمل ولم يكن هناك تخطيط جيد للعمل أنا أتفق مع الرئيس رئيس اللجنة أن علينا أن نحاسب الجميع نحن لم نحاسب أي شخص عسكري رقيناهم والجمهوريون ورئيس اللجنة ماكول كانوا موجودين أثناء العملية طيب سيد جول روبين في ضعو ما نتحدث عنه برأيك سترد حملة هارس على ما استمعنا إليها في تقرير اليوم وخصوصا أن حملة ترامب تتحدث بأنه آخر شخص التق به الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل أن يتخذ هذا القرار هو نائبته أنا سعيد أنك طرحت هذا السؤال أعتقد أن هذه نقطة ضعف لترامب عدا حججه التي يقول فيها أنها كارثة نائبة الرئيس هارس لديها الفرصة كي تشرح غدا في المناظرة لماذا كان الوقت مناسبا للخروج يبدو أن عملية بناء الدولة بعد عقدين من الزمن في بلد مثل أفغانستان هذا أخذ مجراه والشعب الأمريكي لا يطلب مننا أن نعود وفي الواقع ترامب وهنا نائبة الرئيس يمكن أن تركز على هذه النقطة هو وصل إلى صفقة دبلوماسية مع الطالبان طفرت على إمكانية الخروج بنجاح أيضا نحن لم نستطع أن نحافظ على الموقف الخاص من مكافعة الإرهاب قائد القاعدة تم التخلص منه داخل أفغانستان وكنا نستمر في ملاحقة والتعرف على الإرهابيين هذا الانتشار خارج أفغانستان يمكننا من التعامل مع مشاكل مثل الصين يعادة بناء العلاقة مع أوروبا لأن العلاقة مع أوروبا لم تتأثر سلبا من الانسحام في أفغانستان ترينا أن بإمكاننا أن نركز على أوكرانيا الآن وهذا نتيجة حرية الحركة لدينا هذه نقطة استراتيجية نائبة الرئيس يمكن أن تستعملها لأن ترامب سيستخدم هذه نقطة وبتأكيد سنشهد ونتابع ما ستقوله كمالا هارس فيما يخص هذا الإطار في المناظرة يوم غد سيد ويلكرسون لماذا تتحمل كمالا هارس قرار الرئيس جو بايدن بالنهاية هي نائبة الرئيس وهذا القرار كان قرارا رئاسيا لماذا يهاجم دونالد ترامب كمالا هارس تحديدا السبب السبب أن مكول أدل بملاحظاته حول هارس وأنها آخر واحدة كانت في الغرفة هو أراد أن يهاجمها سياسيا وأن يعطي ترامب أرضية لينطلق منها في الهجوم على هارس هذا هو السبب الرئيسي وراء المقابلات التي يجريها هو قال أن هذا ليس سياسيا ولكن واضح عكس ذلك هو يتصرف مثل أي سياسي آخر عندما تسنح له الفرصة للهجوم على خصمي هذا ما يفعله ضد نائبة الرئيس أنا لا أحمل المسؤولية على نائبة الرئيس لأننا نعرف أن معظم نواب الرئيس ليست لديهم أي سلطة تماما هذا حتى رغم أنهم قريبون من منصب الرئاسة وأنا أود أن أرى كيف ستتعامل مع المناظرة لأنها ستكون تحت الأضواء وفي رأيي وأنا جمهوري أنها قد تنتخب رئيسة لأمريكا سيد جويل روبين يعني نعلم بأنه الآن حملة ترامب تركز على موضوع الانسحاب الأمريكي من أفغانستان وتروج أيضا وتقول حول أنها أكبر إخفاق سياسي للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج ولكن بالنسبة لمسار الانتخابات هل تؤثر هذه الورقة على صوت الناخب الأمريكي وأنت تعلم بأنه أغلب الأمريكيون يهتمون بالملفات الداخلية كالاقتصاد والإجهاد والهجرة وربما موضوع الانسحاب من أفغانستان لا يكترث له الكثير من الأمريكيين في الداخل عند القيام باستطلاعات الرأي ويسأل الأمريكيون عن قضايا مثل الإجهاد والاقتصاد ومستقبل الديمقراطية الأمريكية والهجرة هذه هي أكبر وأهم المواضيع عادة الأمن القومي في آخر استطلاعات الرأي حصل على ثلاثة إلى أربعة في المئة ولكنها مهمة والتأثير وأنا أرفع قباعتي للعقيد ويلكرسون هذا مجال نائبة الرئيس يمكن أن تقدم فيه حجج قوية بشأن دعمها للجنود الذين خدموا بلادنا ويمكن أن تشرح أننا سنهتم بهم ونهتم بالمصالح الأمريكية ما هو الصوت المباشر للسياسة تجاه أفغانستان هذا سيكون له تأثير على رؤية هذا الشخص كقائدة للقوات المسلحة أيضا يمكن أن تتحدث عن الاهتمام بالجنود نعم وفي هذا الإطار سيد ويلكرسون كنا قد شاهدنا ترامب في مقبرة أرلنغتون وعلى ما يبدو وجهت إليه الدعوة من قبل مجموعة من عائلات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحروب وفي المقابل لم نشهد لا الرئيس جو بايدن ولا كمالا هاريس في مقبرة أرلنغتون هل لهذا أي دلالات إن كان على ما يبدو ترامب قد استطاع فعلا أن يحظى بدعم المحاربين القدامة أو حتى عائلات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الحروب خارج الولايات المتحدة الأمريكية أنا رأيت زيارة ترامب للمقبرة وتحدث مع الكثير منهم معظمهم لم يعجبهم عدم احترام البروتوكول المعمول به في المقبرة وكانت الزيارة تبدو أنها لكاميرات أكثر منها للجنود هذه الصورة تتنامى أكثر دونالد ترامب لا يعني ما يقوله ولا يقول ما يعنيه هو غير واضح وغير محدد وأقدم على ملاحظات غريبة ولكن يبدو أن له شعبية في أوساط عسكرية ولكن هؤلاء ليسوا الأغلبية لا أعتقد أنه حظي بدعم كبير في الجيش وهذا ينطبق على عائلات الجنود أيضا أعتقد أنه خسر الكثير من الناس في المنظومة العسكرية في جميع انحاء البلاد رغم أن حملة ترامب نشرت مقاطع من الفيديو مع أسر عائلات القتل من الجنود الأمريكيين وروج لها في حسابه الشخصي على كل انتهى وقت المقابلة شكرا جزيلا لكم ضيفي السيد لورانس ويلكرسون من ولاية فرجينيا كبير موظفي وزير الخارجية الأمريكية الأسبق كولين باول وأيضا أشكر ضيفي من واشنطن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق مرشح الكونغرس عن ولاية ميريلاند جويل روبين شكرا جزيلا ألقى إذن النواب الجمهوريون في لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس اللوم على الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما وصفوه بالانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان ووفقا للجنة فإن القرارات التي اتخذتها إدارة بايدن أدت إلى عواقب مأساوية كان من الممكن تجنبها فيما تعهد المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب بأنه سيقيل المسؤولين العسكريين المتورطين في هذه الأزمة حال فوزه بالانتخابات مشاهدين المفارقة هنا أن قرار الانسحاب من أفغانستان كان تنفيذا لاتفاق تم التوقيع عليه في العاصمة القطرية الدوحة بين مسؤولين أمريكيين في إدارة ترامب أنذاك وحركة طالبان وتحديدا في التاسع والعشرين من فبراير من عام الفين وعشرين وهو ما وصف وقتها بالهزيمة الكبرى لواشنطن بعد الفشل في تحقيق أهداف وجودها في أفغانستان لنحو عشرين عاما وفي منتصف أغسطس من عام الفين وواحد وعشرين وبالتزامن مع بداية انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بدأت حركة طالبان وفي مخالفة للاتفاق المبرم مع واشنطن في السيطرة على أقليم البلاد لينتهي الأمر بالسيطرة على العاصمة كابل في الخمس عشر من أغسطس سبق ذلك بيوم عمليات إجلاء واسعة لأكثر من تسعة وسبعين ألف مدني من مطار كابل بما في ذلك ستة آلاف أمريكي وأكثر من ثلاثة وسبعين ألف من مواطني دول ثالثة والمدنيين الأفغان والأفغان أيضا الذين عملوا مع القوات الأمريكية والمؤهلين للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة بيد أن دخول طالبان للعاصمة كابل مشاهدين تسبب بحالة من الفوضى العارمة وغير المتوقعة وتسبب أيضا في تضفق الآلاف على المطار في محاولة للفرار وسط تصابق الدول الغربية في إرسال طائرات الإجلاء العسكرية لنقل مواطنيها في الست والعشرين من أغسطس من عام الفين وواحد وعشرين أدى هجوم انتحاري إلى مقتل ثلاثة عشر جنديا أمريكيا ومئة وسبعين أفغانيا في مطار كابل المزدحم بحشود تهافتت لمحاولة الفرار من البلاد وبحلول الحادي والثلاثين من أغسطس أكملت الولايات المتحدة عملية الانسحاب بمغادرة آخر جندي أمريكي لأفغانستان لتطوي بذلك عشرين عاما من التواجد العسكري في هذا البلد بهدف القضاء على حركة طالبان قبل أن ينتهي الأمر بتوقيع إدارة ترامب اتفاق انسحاب مع الحركة